هاخدنا بص الايه بقى للدوري هاخدنا لمنتخب الهومبي منتخب الهومبي ده يا جماعة لازم نتعامل معاني وكمان سنة سنتين ممكن عنصره ولا اتنين يبدأ ينضم للمنتخب الاول او يبقى هو اللي هيفنش معاك اكتر كاس العام اللي جاي اكتر كمان ده هو الراجل عايز ياخد كل الموجودين في المنتخب عايز ياخد كل المنتخب شباب لان هو عارف انه كمان ثلاث سنين قد يكون سبعين في المية من اللعبة الموجودة دي مش هلا تلعب معا مثلا بعد ثلاث سنين في تصفيات كاس العالم فده نقطة مهمة بعدين خلي بالك احنا عندنا نقطة جوهرية احنا اول مرة يبقى عندنا كلمة مشروع والوقت بنقول عليه ثلاث اربع سنين بمدرب ماضي كم سنة اربع سنين فاول مرة يبقى عندنا الفكرة دي فده مهمة فمش هيفزين ما نستغلها الصح يعني اساعات بنشغل في جزر منعزلة بيبقى ده عمل شغاليته بس جاب المدربة اربع سنين واحد تاني بينظم مثلا مسابقة في اتجاه تاني خالص واحد تاني مش واخد باله المنتخب اللهم بلازم يتعد بشكل معين علشان يطلع يسلم من المنتخب الاول ومش واخد واخد باله برضو ان لازم في النص كده ناخد بالنا من قطاع الناشئين لان قطاع الناشئين بالنسبة لنا اللعبة اللي عندها 17 سنة دلوقتي ممكن بعدها 34 سنين تبقى مهمة فده محتاج ان انا برضو اطور مدربين الناشئين مدربين الناشئين دي قصة احنا مش واخدين بالنا منها كتير وده سماعت امتى بقى كمان لما وصلنا للمدربين الفريق الاول مش هفيني يقودوا على الدكة حصلت مع كابتان علي ماهر وحتحصل مع معظم الناس عندنا فاللي عايز اقوله ايه في طورات افريقيا اللي عايز اقوله ايه ان المنتخب الاول ده الوجهة بتاعتك لكن لازم يكون اللي وراه كله يدفعه يكون كله سيستم مبني صح او هيكل مبني بطريقة مصبوطة بشي يبقى اسمه مشروع للكورة المصرية مش مشروع لمنتخب الاول فانت كده يا لخصته انا جاي باربع سنين مدرب وقلت عليه مشروع هكما هم مشروع بس الامداد اللي بيموله كله سواء دوري سواء لعبين كتاعات ناشئين محترفين يبقوا بعدد كبير بره علاج لعيبة عشد نوع ملاعب كويس ملاعب مدربين ناشئين مدربين ناشئين دي خلي باكها دي وحصدقني نقطة مهمة جدا انت قلتها كده بسرعة بس عايزك تشرحها اكتر عشان افهمها كويس بس برضو السادة المشاهدين يفهمها مدرب الناشئ ده بالنسبة لي هقولك انا عايق الوقتي الكرة في العالم كله بقت مستقرة ومعروف شكلها الحديث مثلا فيه تطور كبير جدا هل التطور كبير ده انت بتخيل ان مثلا اللعيب يبقى عنده عشرين سنة بيجيلوا افضل مدربين العالم فجأة يخليهم تطور كبيرا لعيب الكرة ده عامل زي العمارة لازم تبني فيها وتخطها اساس من هو صغير فلو فاتوا الجرعة اللي المفروض ياخدها لحد سبعتاشر وطبنتاشر يجيلك عنده عشرين سنة لو نشوفنا الفترات اللي فاتت كلهم مدربين الكبار اللي قولنا ولك انا باستغرب جدا ان عندي لعيبة بايحس انها بيها مشكلة في التحركات الكلام ده في انتخاب الاول في شوية تكتيكي ومشوية تكتيكي ويتقال عليهم نصا كده معندهمش بعض اللاعبين معندهمش البديهيات بتاعت الكورة او الحاجات اللي معروفة يعني على فكرة اللعيب ده معذور لان هو ما حدش قال له ده صح اه حدش علمه ما حدش قال له ده صح هو لعب الصدفة وتلعب الصدفة والهيكل يعني مشي معاه بالصدفة بحكم الاشياء لكن انا عايز الشغل بقى مشروع بقى هنتكلم كلام مهم وكلام كبير وفيه خطة يبقى لازم فيه خطة ليها هدف وليها توقيت زمني وليها كمان معايير انا همشي عليها اهم المعايير دي هنتكلم عليها بقى دي حتة النهاردة بالذات موضوع مدرب الناشئين مدرب الناشئين ده انا بجيب كل شوية سنة الاقي خمسين مدرب اجنبي جي مصر الجمال خمسين مدرب اجنبي في اخر 3-4 سنين في مصر مثلا اللي جوم دول انا ايه اللي استفادة منه مجرنوق دي غير اثنين مدربين بطوعة منتخب مصر الاول والمنتخب الاولمي دول اللي هيبوا الموجدين موسم الفاتحة فريرة وتكيس ومرسيال كولر والميدا والكالدوس جاريدو والزوران والبابا فاسيليو اه سبعة بالظبط هنتكلم في سبعة غير اثنين موسم المتخبين هنتكلم تقريبا 40% من فرق الدول الممتاز الموسم اللي جاي مدربين اجار ولو بصنا اخر موسمين ثلاثة هتلاقي نفس الكلام كان بيتكرر كتير طبعا المدارس دي طالما جات لي مصر ايوا انا ليه مكملش الاستفادة كاملة والهو يجي بس علشان يبقى طبعا عنده مثلا خبرة وعنده خبرات بين الهالي وعراسي وبياخد مرتب لك انا ممكن انظم سريعا محاضرات لقطاع الناشئين مدربين لقطاع الناشئين استفيد بقى مثلا في جراعات معسكرات مثلا مدربين المنتخبات انا مدرب المنتخبات بيعنده فترات كبيرة جدا من الراحات استفيد منه استفيد منه بقى بشكل او باخر اجيب له بقى دورات احاول ادخل بقى الدرخصة اللي احنا مش هفين اخدها بتاعت البرو دي اللي هي بسببها مثلا المدربين المصريين مش هفين يقعدوا على دكة الاحتياط او عشر المكلم نشوف ازاي مخرج نعمل توقامة مع احد الاتحادات بعد ما الزمالي كان خات الدوري كتبت كده على تويتر قلت ان واحد زي فريلا راجل خبير في البرتغال واصل راجل بيعلم يعني خبير نستفيد منه يا جماعة في الكرة المصرية ويدي محاضرات هو على ارض مصر اه وموجود على ارض مصر يعني هلازم يدرب يعني كلها ممكن يستفيد فيه مدربين كتير ممكن يستفيدهم من فيها طبعا اتايمت جدا يعني وتقارب مش معنى فلان ده ما يديش محاضرات وفلان بس ده ينطبق على فريلا ينطبق على كل المدربين اللي موجودين على الراجل اللي هو فيتوريا على راجل مارسي الكورور بتاع الاهلي ده والده راجل برضو خبير في بلده يلا كل المدربين انا بدون نستفيد منهم بس ده الاتحاد لكن انا كممكن يعني مثلا ده لو اتحاد المصري ليه سلطة انه يشتغل مع المدربين اللي جابهم سواء في قطاع ناشئين اولمبي او اول لكن لو انا كلم حتى على المستوى الاندية لو انا كاتحاد مصري مش عارف يعني افرض ان هو يشتغل مثلا انا ممكن اعمل زي اتفاقية ممكن اعمل في الاجازات ممكن اعمل ياخد جزء مادي حتى لان انت هتلاقي ناس تيرة جدا ممكن تتعامل ناحية بدا ما تسافر بره اقول لك الاسهل والله النادي اهلي والنادي زمالك ما انت عندك كتعد ناشئين وفي مدربين كتير انا انا كنت اسأل لك عليها بقى انا اقول لك ده لو انا كاتحاد كورة ما عنديش سلطة ده انا عندي على الاقل كل نادي يستفيد بتجربته بذلات يعني هو جاب المدرسة اللي اختارها ولما المدرسة دي جت سواء ايطالية برتغالية برازلية اي ان كان بقى المانية اي ان كان المدرسة دي لما تيجي فترات كتيرة جدا لنسبة فيه معايشة المدربيني الفنادية بدلا ما انا سمعت النهاردة ما سعيد منازيق راح لحد ليفربول طب انا عندي مثلا يا جماعة كلوب قبل ما يروح ليفربول كان مدرب ممكن يكون في المستويات زي اللي احنا بنشوفها الناس بيجوا عندنا طب الناس دي جوا مصر المعالم مع امه عايشة مع مدربين الناشئين بتوقعنا في كل نادي ده كده شق كده ان الشق ده لو عاد ما تفسر فيه شق مهم جدا لان الشق ده مش بس فني عشان نبعارفين يا جماعة هو اصلا البروفيسور ده لما بيجي يشتغل بيجي يشتغل بتيم ورد كامل يعني هتلاقي معا بتاع تغذية هتلاقي معا بتاع احمال هتلاقي معا بتاع مش عارف مثلا حراس المرة فيها حاجات مميزة ادق محل الاداء وانا برضو محتاج ان انا لو معايا التيم ده كله موجود وانا لو بعد تيم تاني طالع من ضربين الناشئين غير الفنيات انا بحتاج برضو عد التغذية صحيح حد يعرفنا اخر تطورة التغذية ايه الاحمال ودي جزء مهم جدا في كورة قدم هيا والتغذية الاتنين دول التوطين بضعض هما دول اساس العمارة اللي بتدني بيهم لعيب جيد ولعيب كبير فالموضوع ده متفرع وكبير انا بس حبيت افتحه علشان نكمل المشروع علشان ما نبقاش فرحانين بس وناخد المكسب ست جوان في مطشيني ياخدونا في حتة حلو نبني امان ونلاقي نفسنا ما تيجي تلعب الكاميرون بتلعب زون ديفانسي اشتركوا في القناة شكرا